اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة ومازال الخير القدم ان شاء الله نشوفوا الحل كيفاش راح يكون غضوة الصباح ان شاء الله ليبكروا يبقى التقسم متقلب وغير مستقرهم كل الولايات الشرقية خاصة ساحلية وايضا للوسطى مع امطار محلية تقدر تكون لبس بها خاصة عن المناطق الساحلية بينما المولاب بدأ الى غائمة على غرب البلاد وسما مولاب بدأ على الجنوب الى صافية مع اسمها صافية ودنيانية شوفوا الظاهرة ان شاء الله خلال الظاهرة تبقى متمركزة التقسم متقلب على شرق البلاد بينما الولايات الوسطى تحسن في التقسية والغرب وايضا الجنوب قبل وصول اتراب جوي اخر نشوفوا لدرجة الحرارة انتظروها خلال صباحة نهر الغد ان شاء الله ليبكروا حرارة قدروا نقولوا راهي فصلية لانها ننتظر حوالي 15 درجة على عدة مناطق تاع الجنوب كما عن صالح 18 بيتين دوف 8 درجات فقط في جانات العاصمة 11 درجة اللي هضا بالعليا تقدر تلحك تزوج درجات على الجيل في تيارة مشهرية عامة البيض عشرة بوهران وعدناباء وكذلك تمرسته و21 على اقسى الجنوب جزء لدرجة الحرارة خلال الظاهرة ان شاء الله خلال الظاهرة حرارة كما قلنا بعد الاحيان تحت المعدل الفصلية لانها ما بين 7-8 درجات فقط على الهضا بالعليا و18-19 درجة على السواحل بيستثناء النبا 16 درجة 28 بيتامر 26 بيأقسى الجنوب 27 في الجنوب الغربي خاصة غارج بيلة وحاسي مونير واتين دوف جزء للملاحة والصيد البحري البحر عموما مهول خاصة على السواحل الشرقية لقوة الرياح تقدر تلحك 50 كم ساعة كدريك عن السواحل الوسطى بينما على السواحل الغربية 30 إلى 40 كم الساعة وليتجاه التارية غربية إلى الشمالية غربية والرؤية بعد احيان راضئة من زوج إلى 4 أمية البحرية نروحون للدوحة لأنها غدوة ان شاء الله يفتتاح كالعالم في الدوحة يكون تكون سما ملبدا مع حرارات قريب 28 درجة مئاوية كالعادة نختم هذه النشرة الجوية دائما بين معلومات الفلكية غرب وشرق السمش لها دي الأحد عشرين نوفمبر 2022 والعنوية الإلكترونية هذه في خلمتكم الله يدوم قصلكم دائما مع بارميجي شو روق اشتركوا في القناة